السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعي قناة انفولوجي الكرام ورجعنا لكم النهاردة مرة تانية مع فيديو جديد فيديو حصري فيديو مميز فيديو مهم جدا للناس اللي بتتعامل مع الPDF فايلز والورد داكيمنتز انا محمد حامد تابعوني ودلوقتي قبل ما نبدأ فيه الشرح الفعلي للفيديو الخاص باليوم ادعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناة انفولوجي زي ما حضرتكم شايفين كده احنا لسه بدئين ولسه بأول الطريق ويدعمكم مهم جدا لنا عشان تكون ان شاء الله قناة انفولوجي هي القناة الاولى المتخصصة في الكمبيوتر التعليمي وتكنولوجيا الحاسب الالي في الوطن العربي بازن الله ودلوقتي نبدأ فيه الشرح الفعلي للفيديو الخاص باليوم وهو طريقة تحويل اي فايل PDF اي ملف PDF او مستند في برنامج الوورد تمام؟ كلنا قبل كده كنا حاولنا ان احنا نحول ملف PDF الى وارد داكيمنت او مستند في برنامج الوورد وفي بعض منا كان بينجح بالفعل في عملية التحويل وفي بعض منا ما كانش بيقدر يحول ملف PDF لولود طيب الجماعة اللي كانوا بينجحوا في عملية التحويل كانوا بالفعل بيحولهم بيستخدام بعض الاللاين وابسايتس او المواقع الاللاين ولكن النتيجة كان بتكون كارسية يعني كان بيكون المستند مش كويس التنصيق بتوع مش كويس فيه جزء من المستند مفقود ودي طبعا كانت مشكلة يعني كبيرة جدا بتواجه كتير من اشناس طيب نهارده ان شاء الله عندنا طريقة حصرية وطريقة مفيدة جدا وطريقة من ابسط ما تكون وسهلة جدا وهي ان ازاي حضرك تقدر تحول ملف البي دي اف لملف وورد بمنتاز سول الطريقة هتكون من داخل برنامج المايكروسوفت وورد زي نفسه ايوة من داخل برنامج المايكروسوفت وورد زي نفسه اول خطوة مع بعضنا كده ان احنا نفتح مايكروسوفت وورد نروح على Start button من هنا ونروح نختار المايكروسوفت وورد من هنا كده نضغط عليه تمام كده؟ كده فتحنا المايكروسوفت وورد فعندنا طبعا هنا بعض التيمبلتز بعض الكوالب وهنا البلانك دعكمنت اللي هو المستند الفارغة نضغط عليه عشان نفتح البلانك دعكمنت يعني مستند فارغ مفوش اي شيء طيب بعد كده طبعا احنا عارفين ان الشريط اللي فوق ده بنسميه المانيوبار نروح على المانيوبار ونختار فايل من فايل تاب كده نضغط على فايل تاب فبزل دروب داون لست من هنا كده من دروب داون لست ديت انا هختار option اسمه open يعني فتح تمام لان احنا عارفين الفرق بين new و open new لو هيفتح لي مثلا مستند جديد فاضي يعني ال open عندي مستند already موجود وانا عايز افتحه تاني طب هاخد open ومن هنا اروح اعمل browse من كده عشان احدد الملف في ال pdf فانا حافظه فين على الكمبيوتر الخاص بي تمام اروح على ال desk top مثلا انا حافظ ال pdf هنا على ال desk top على سطح المكتب احدد ال pdf فايل وبعدين اضغط open لما اضغط open بيجي لي رسالة مهمة جدا 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 ودي بتغنيني عن كل الطرق التقليدية من تحويل ملف pdf لword الرسالة بتقول يعني مرنامج ده هيحول الملف بتاعك ده لمستند قابل للتعديل علي في برنامج ما عليك بس ان حضرتك تضغط اوكي شوف اللي يحصل هنا يجي لي هنا كده اه اه عملية التحويل وبالفعل تم تحويل الملف ده منتهى السهولة الى مستند حتى الصور حضرتك تقدر تتعامل معه زي ما حضرتك شايفين كنروح على فورمات اخذ لها design اي تشوف يعني حضرتك حتى الصور مفيش اي مشكلة ومفيش جزء من النص مفقود ومفيش وتاكست حتى او التنصيق الخاص بها المستند زي ما هو بدون اي تغيير وبمنتهى الدقة ومنتهى الوضوح منتهى البساطة قدرنا نحول اي ملف pdf لملف وطبعا دلوقتي خليني بقى اروح اسايف كده احفز احفز الملف ده وحطه مسلا عالدسكتوب واسميه مسلا باسم وحطله وعمل من هنا انا بس عايز اوري لحضرتك دلوقتي ان ازاي طريقة التنصيق تمت المحافظة عليها بدون اي تغيير شابتر وان هنا والكمبيوتر وكل شي موجود خليني اترنيك بس عدراك فاكر كده معايا اللي التنصيق ده ونعمل احنا احفزنا كده ونروح نفتح الفايل الاساسي اللي هو هنا تمام شوف هنا بكل الصور وبكل شي وكل حاجة موجودة بدون اه اي تغيير وده طبعا كان الفيديو الخاص باليوم وان شاء الله لو الفيديو عجبكم او الطريقة كانت بسيطة وحضرتك شفتها بسيطة ومفيدة لحضرتك لا تنسونا من الاشتراك عشان تدعمونا ان احنا نقدم اه محتوى جيد ان شاء الله في الايام اللي جاية واشكركم كل الشوف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته